شعارات ميليشيات إيران في المنطقة تسقط طباعاً بعد أن سقط شعار وحدة الساحات الميليشيات المدعومة من طهران تعيش حالة من الفوضى والتطاحن اللفظي والمشاحنات حول من هاجم القواعد الأميركية فخلال أيام وقف إطلاق النار في غزة جنح قادة جماعات مسلحة إلى التقليل من شأن بعضهم البعض وإفشاء أسرار الأطراف الأخرى كما فعل الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي من خلال عده للجماعات التي شاركت في مهاجمة القواعد الأميركية واستثنائه أخرى لكن سرعان ما ردت ميليشيا عصائب أهل الحق بالقول إن الأمر لا يعد أن يكون غياباً للشعور بالمسؤولية وعدم اعتراف بالوقائع على الأرض الانقسامات تجلت في بيانات الميليشيات التي تعارضت بشكل كبير ففي الوقت الذي دعت بعضها للتهدئة وخفض نسق الهجمات على القواعد الأميركية أكدت أخرى ضرورة التصعيد ضد الأصول الأميركية بل وإعلان الحرب على القواعد الأميركية في العراق وسوريا حدة الانقسام لم تتوقف هنا بل شملت الجماعة الواحدة بين من يدعو للتهدئة ومن يسأل عكس ذلك المشاحنات بين الميليشيات التابعة لإيران تظهر بشكل جلي أن أقصر توقف في العمليات يتسبب كالعادة في انقسامات بينها وتنذر بإمكانية قيام مواجهات مسلحة بين هذه الميليشيات في المستقبل وفق محللين رغم أن الداعم يبقى واحدا إيران بلال البجدين العربية